موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يوجه في الثامنة مساء اليوم رسالة إلى اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية التي ستجري غدا الأحد يتناول فيها أهمية الاستحقاق الانتخابي ووجوب مشاركة اللبنانيين فيه نظرا إلى الدور المناط بالسلطة التشريعية في الاستحقاقات المقبلة وستذاع رسالة الرئيس عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي صمت انتخابي أخير ما قبل الأحد الكبير لكن ما أفرغه قادة الأفريقاء السياسيين وعدد من المرشحين أمس وحتى ما قبل لحظات من منتصف الليل الماضي يبدد السكون المفترض ويدوي في كل الفترة الفاصلة عن افتتاح الصندوق أمام المقترعين في الانتخابات النيابية في الساعة السابعة من صباح غد 15 أيار 2022 هذا الاستحقاق الذي يحل بعد أعوام ثلاثة حملت المصائب الاقتصادية والإذلالات المعيشية وثاني أكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث وعذبات وانهيارات وإرباكات وأوضاعا سياسية هي الأسوأ منذ مائة عام أي منذ قيام لبنان الكبير الذي أصبح في هذه المرحلة لبنان الفقير حتى لا نقول لبنان الفقيد والتعويل الآن هو على الرجاء الأكيد الذي يتميز به اللبنانيون في شكل عام من أجل النهوض من جديد إداريا معظم صناديق الاقتراع تم توزيعها على المناطق والأقلام تباعا ميدانيا وحدات الجيش والقوى الأمنية باشرت إجراءاتها وانتشارها على كل الأراضي اللبنانية لحفظ أمن العملية الانتخابية وسلامة إجرائها وضمان سير الاستحقاق أمام ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف لبناني مسجلين في لوائح الشطب كي يدلوا بأصواتهم على أمل التغيير نحو الأفضل ربما وقد يتمخض يوم خمسة عشر أيار عما يشكل منعطفا تاريخيا يوازي بأهميته محطة قصر السنوبر ألف وتسعمية وعشرين لحظة إعلان لبنان الكبير وعليها فإن السؤال الكبير هو هل نكون في ستة عشر أيار الكبير أمام لبنان جديد؟ وأي لبنان؟ الجواب الدقيق في نتائج الصناديق ليلة الأحد الأثنين ويبقى من خارج الحدود ومع تأثيراته في المنطقة ولبنان الموضوع الإقليمي الدولي الأبرز ويتمثل في أن الهامش يضيق بين إمكانات بلورة اتفاق في مفاوضات فيينا النووية واحتمالات صرف النظر عنه البطيارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي دعا إلى أن تكون هذه الانتخابات بداية الطريق المستقيم التي تخرج لبنان من اللجة التي أوقعه فيها المسؤولون والسياسيون ولا يزالون حتى الساعة الغريب أن كلما فكرت الحكومة بمشروع إصلاحات تصوب على الشعب وتحاول تحميله تبعات إجراءاتها وتدابيرها آملا في أن يؤدي انتخاب برلمان جديد إلى خروج اللبنانيين من أزمتهم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي أعطى توجيهاته للأجهزة من أجل حسن سير العملية الانتخابية غدا وقع أمس مع وفد المراقبين من جامعة الدول العربية اتفاق النص على المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية النيابية التي تجريها الداخلية تأكيدا مننا على الشفافية إنما الكهرباء هي التحدي الأكبر نحن منطمن المواطنين أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بجهوزية كاملة مجموعة العناصر الأمنية والعسكرية التي ستكون عملانيا على الأرض تقريبا 75 ألف بين الجيش والسائر للقوى الأمنية حوالي 75 ألف سيكونوا على الأرض بس هدفهم تنجح العملية الانتخابية بس هدفهم يتطمنوا المواطنين ويقدروا يوصلوا على مراكز الاقتراع ويرجعوا بأمانة وسلام وتتم العملية وفق ما هو مخطط عملية الانتخاب تصير بدون مشاكل بسليسة أنا مثل ما دائما قلت يوم الانتخاب بديه يوم فرح يطلعوا على الفيديو ويطلعوا على الدليل الانتخابي ويسألوا ويكونوا على تواصل دائما معرفة العمليات الموجودة هون يلي حتكون فيها يكيد حكون فيها أنا وحيكون فيها العميد الياس الخوري مدير عام الأحوال الشخصية يلي هو حيكون على اطلاع وتواصل لتقديم مع كل فريق العمل يلي هو حيكون حواليه كل الأجوبة على كل التساؤلات يلي ممكن مما كان يطرح على غرار كل المناطق اللبنانية في صور وبإشراف قائم مقام صور بالوكالة محمد جفال تم تسليم 328 صندوقا في متوسطة صور الرسمية موزعين على 82 مركز اقتراع حيث بدأ رؤساء الأقلام بتجهيزها في حضور وحماية القوى الأمنية اللبنانية الزميل جهاد سقلاوي أكد عدم تسجيل أي نقص لا في الصندوق ولا في المستندات المقامة وقرر لإجراء الانتخابات غدا الأحد عشية انتخابات دائرة صيدة جزين الزميل عبنولة خالد لاحظ أن معظم المقترعين في صيدة يتجهون نحو التغيير أصغر دائرة في محافظة الجنوب هي دائرة الجنوب الأولى والتي تضم قضاء صيدة وجزين ولها خمسة مقاعد نيابية مقعدان سنيان لصيدة ومقعدان للموارنة ومقعد للروم الكاثوليك لمنطقة جزين من الواضح أن الاستحقاق الانتخابي في تلك الدائرة والتي تتنافس فيها سبع لوائح سيكون أكثر تعقيدا لوائح هي لائحة التيار الوطني الحر لائحة إبراهيم عزار لائحة دكتور أسامة سعد وحليفه الدكتور عبد الرحمن البزري لائحة القوات اللبنانية لائحة المستقلين وأكثر من لائحة للمجتمع المدني أو الحراك الصورة الأولية لانتخابات صيدة جزين ليست بالوضوح التام الآن في ظل وفرة المرشحين وضعف القدرات في بعض اللوائح جراء العقدة السنية التي يواجهها طيار الوطن الحر والقوات اللبنانية خصوصا لجهة عدم وجود رغبة عالية أو حماسة ملحوظة لدى الناخب السني في الاقتراع لمصلحة أي من اللائحتين نهيك بأنها ثمت تنازعا فيما يخص المقعد الكاثوليكي بشكل عام نحن 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 نتمع لا فئة معينة ولا فئة معيوة ولا أشخاص معيانين وبيتمنى أنه يختاروا النواب اللي بيكون عنده الكافرة والنزاهة وعنده السئل حتى ترفضن الشعب اللبناني كل صيدة وشعب صيدة وشعب لبنان كله لازم التغيير كل واحد من الزعمة عم يطلع عم يحكي أنه هو بدي يحارب الفساد هو ضد الفساد مين المبسط؟ مين النهب البلد وشرائق البلد؟ بل أن ننخب كرمال التغيير لأنه إذا ما انتخبنا ترجع على المنظومة الحكمة تطلع أي بزيتها يلي سرعت البلد ونهبت البلد نازم نغير وننتخب نحن بصيدة للصرط الحر الضمير لحتى نرجع نغير هالمنظومة ما يكون إلي علاقة مع كل هالسياسيين الانتخابات فرض ع كل مواطن لبناني أنه ينتخب ينزل يقدر يدلب رأيه يعني أنا حابب أنه كل شعب الصيدة وأنه ينتخب كل شعب اللبناني حتى كل واحد يقدم رأيه في أي حال يبقى الجواب لصندوق الاقتراع على أحد 15 أيار موعد الاستحقاق النيابي في لبنان نشير إلى أن عدد الناخبين في صيدة يبلغ 67244 ناخبا بين مقيمين ومغتربين وفي جزين 62173 ناخبا بين مقيمين ومغتربين السفير السعودي في لبنان وليد بخاري غرد على تويتر بالآتي لأن فاصلة الظن حتمية في انتصار الحق على الباطل يرشدنا شيخ الإسلام أبو عمر الأزاعي إلى المسافة بينهما محذرا من الوقوع في حالة الشك بقوله من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالخالق فيما المجلس الأعلى للإمارات انتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات خلفا للراحل الكبير الشيخ خليفة بن زايد الذي زيل أوصاف المتعددة وبينها قائد الازدهار والتمكين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاطي انتقل من بيروت ظهر اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة وضم الوفد اللبناني إلى أبو ظبي وزير الخارجي عبدالله أبو حبيب وسفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن الرئيس عون في حديث للوكالة القطرية أكد الحرص على أفضل علاقات مع الدول العربية لسيما الخليجية منها كما أشار إلى أننا سنتحرك بشكل كثيف دوليا لإثارة موضوع النزوح السوري ولن نقبل بتهديد مصير البلد إرضاء لأحد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ثمن وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة التي مر بها وكانت بدورها ترى فيه الشقيق الذي يقدر ويحفظ لها مواقفها في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية كان نوه الرئيس عون بعمق العلاقات القطرية اللبنانية وهي قديمة وتعكس روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين مؤكدا حرص الفريقين على استمرارها وتطويرها ونبه إلى خطورة الخلافات العربية العربية وتأثيراتها السلبية في كل الدول والشعوب العربية معربا في الوقت عينه عن التزام لبنان بموقف التضامن والوحدة بين الدول العربية ومؤكدا حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية في شكل عام والخليجية في شكل خاص وزاد لا يمكن لأي غيمة سوداء قد تعتري هذه العلاقات في يوم ما أن تسود وتستمر لأن مصيرها الطبيعي أن تنقشع فلا لبنان يجد نفسه بعيدا من محيطه العربي ولا العرب بمقدورهم الاستغناء عن لبنان وشدد على أن لبنان يتنفس من الرئة العربية ويعتمد على الدول العربية لتكون طريقه الاقتصادي إلى العالم خصوصا مع وجود العدو الإسرائيلي عند حدوده الجنوبية إضافة إلى طبيعة التفاعل بين الشعب اللبناني والشعوب العربية الأخرى ما يجعل تعزيز العلاقات بينه وبين هذه الدول ضرورة أساسية لاستقراره على الصعيدين السياسي والاقتصادي على رغم علاقاته الجيدة مع باقي دول العالم التي يتشارك معها قواصم تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعرب الرئيس عون عن تطلعاته إلى أن يقوم المجلس النيابي المقبل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يكمل خارطة الطريق التي وضعها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون إلى جانب إقرار تشريعات ترتكز على وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم وردا على سؤال من الزميل ميسى عبدالخالق حول تطبيق لبنان استراتيجية الدفاعية الموحدة التي ترتكز على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في ظل الانتقادات التي توجه من الخارج حول وجود السلاح بعيد الأحزاب اللبنانية أوضح الرئيس عون إن معالجة قضية بهذا الحجم تتطلب توافقا شاملا من جميع الأفريقاء اللبنانيين لأن انعكاس المسألة يطال الجميع من دون استثناء كما أن مسألة استراتيجية الدفاعية لا يمكن تبنيها وتطبيقها من قبل فريق واحد مبينا أنه طرح سابقا على الأفريقاء رؤيته الموضوعية للوصول إلى أرضية صالحة للنقاش حول موضوع السلاح وطرق مواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية وزاد توجد الآن معطيات وتطورات فرضت نفسها في العالم والمنطقة ولا يمكن تجاهلها لدى الحديث عن استراتيجية الدفاعية لذلك كنت قد دعوت إلى لقاء وطني شامل للبحث في هذا الأمر إنما بعد البحث في الموضوع الأكثر حيوية وخطورة والمتمثل بالوضعين الاقتصادي والمالي وفي حين تجاوب البعض مع هذه الدعوة قرر البعض الآخر صم أذنائه وإذا عرب عن قناعته بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بداية المسيرة نحو التعافي وخروج لبنان من هذه الأزمة لفت إلى أن التراكمات الطويلة للأمد أوصلت لبنان إلى الوضع الحالي إضافة إلى الاعتماد على الاقتصاد الريعي وليس المنتج وعدم وضع القوانين الكافية لتفعيل الرقابة والحد من الهدر والفساد أكد توسط المعنية بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن استئناف النقاش بين الصندوق والفريق اللبناني حيال برنامج التعاون سيتم في خلال الأسبوع المقبلة وبعد تأليف الحكومة الجديدة التي يؤمل أن تتألف على بعكس ما كان يحصل مع تأليف الحكومات السابقة ورجحت الأوساط أن تشهد الأيام المقبلة زيارة جديدة لوافد صندوق النقد إلى لبنان المكتب الإعلامي لوزير الصحة في رأس أبيض أكد في بيان عدم وجود أينية لرفع الدعم عن أدوية الأمراض السرطانية والوزارة تحرص على النفي المطلق لكل الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رفع هذا الدعم فاصل فنواصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبدالطيف داريان زار على رأس وفد كبير من علماء دار الفتوى ضريح مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد الراح الكبير في منطقة الأزاعب في ذكرى وفاته وقرأ الفاتحة عن روحه في حضور عائلة فقيد وذكر أنه يعز علينا في هذه الذكرى الأليمة أن نرى لبنان على ما هو عليه من انقسام وفرقة وتشرذم وفقر وجوع وأزمات كبيرة فإن كل مخلص حر لا يرضى لشعبه ووطنه أن يصل إلى هذا الدرك الأسفل من التقهقر والسقوط مؤتمر صحفي للجبهة السيادية في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار حمل انتقاضات عالية لكلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله للأخير وقد سأل رئيس حركة التغيير إلى محفوظ من يكون السيد حسن نصر الله ليقرر من يكون رئيس جمهورية لبنان محفوظ دعا سيد نصر الله إلى كلمة سواء ومراجعة وصايا الإمام شمس الدين ومنها أوصي أبناء الشيعة أن لا يميز أنفسهم تميزا خاصا وأن لا يخترع لأنفسهم مشروعا يميزهم عن غيرهم طالب وفد من أهالي المفقودين في خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية ومرحلة الاحتلال الإسرائيلي لدى زيارتهم مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله بتعديل نصر القانون الخاص بالعملاء وإسقاط الفقرة نتعلق بالعفو عنهم بعد مرور الزمن ودعا باسمهم خليل عز الدين إلى الكشف عن مصير مئات الأشخاص الذين لم يعرف مصيرهم المفتي عبد الله أكد وجوب عدم تسجيل هذه الجرائم ضد مجهولين بل يجب أن تأخذ طريقها نحو التشريع وإقراء القوانين في المجلس النيابي المقبل التي تحفظ حقوق الجميع بيكشف كل المتورطين من العملاء اللي فروا واللي عادوا رجعوا تحت ما يسمى عفو يرجع يتحقق معهم ونعرف المفؤودين وين هني وبتمنى مجلس النيابي جديد اللي بكرة حيكون فيه انتخابات مجلس النيابي جديد يرجع بقصة الأنون العفو اللي عملوا بحق العملاء يرجع يندرس لأنه العميل ما له لا دين ولا هوية ولا مزهد الأنون مش لازم يعفي عن العملاء وخصوصا العملاء إسرائيل اللي في دم برأبتهم واللي ظلموا واللي لحد الآن أهل مفقودين عم يتعذبوا ويعرفوا وين إخواتوا وين أهليهم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في المقر الرئاسي الإيراني وتم تداول علاقات لبنانية الإيرانية لسينا ثقافية منها وتوجه رئيس الإيراني إلى الوزير المرتضى بالقول أتمنى أن تنقلوا سلامي الحار وتحياتي القلبية إلى فخامة رئيس الجمهورية عماد بيشيل عون ودولة رئيس نبيه بري وأتمنى على ما عليكم إبلاغهم بدعوة رسمية لكل منهما لزيارة بلدهم الثاني إيران مضيفا أن لبنان بلد قوي في المنطقة والعالم وقوته نابعة من شعبه الصامد والصلب والطامح للحرية والعزة وأن لبنان اليوم بلد قرر شعبه أن يبقى قويا وصامدا أمام الصهاينة وأمريكا والأعداء وأثبت قوته في الصمود والمقاومة ورأى رئيسي أن حزب الله بات نموذجا للمقاومة والصمود في المنطقة بأسرها الوزير المرتضى من جهاته شكر الرئيس الإيراني وأكد له أن لبنان والشعب اللبناني أصبح مفطور عين على تحويل الأزمات إلى فرص وأن لبنان الذي أشهد أجهد مشروع الشرق الأوسط الجديد ومحاولات إشعال الفتن بين مكوناته وأجهد مشروع تسليم المنطقة إلى التكفيريين سوف ينتصر أيضا على الحصار الذي يطبق عليه الآن تطورات اغتيال شيرين أبو عقلي واستمرار الوحشية الإسرائيلية في التقرير الآتي زادت مشاهد العنف التي استمرت لدقائق من غضب الفلسطينيين على استشهاد الصحفية شيرين أبو عقلي بما ينظر بإسكاء الصراع الذي يتصاعد منذ إثار مسؤول فلسطيني أشار إلى أن سلطة الفلسطينية ترحب بمشاركة جماعات دولية في التحقيق في استشهاد أبو عقلي ووصفت السلطات الفلسطينية مقتل شيرين بأنه اغتيال نفذات القوات الإسرائيلية وأشارت الحكومة الإسرائيلية في البداية إلى أن إطلاق نار من جانب فلسطينيين ربما يكون هو السبب لكن المسؤولين قالوا أيضا أنهم لا يمكنوا مستبعاد أن تكون مراسلة قناة مجلس الأمن الدولي أدان بشدة مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية أبو عقلي وإصابة صحفي آخر في 11 أيار بمدينة جنين في الضفة الغربية وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه ودع مجلس الأمن إلى تحقيق فوري وشامل وشفاث وحيادي وأشدد على ضرورة ضمان محاسبة منفذ عملية القتل هذه أو منفذيها وبحسب وكالة الصحفة الفرنسية واستنادا إلى مصادر ديبلوماسية وإلى نسخ مختلفة من البيانة تمكنت الصين من دفع الولايات المتحدة إلى إزالة فقرات تنادد بالانتهاكات المرتكبة ضد وسائل الأعلام في كل أنحاء العالم من جهته ذكر البيت الأبيض أن صور الشرطة الإسرائيلية وهي تهاجم فلسطينيين يحملون نعش أبو عاقلي مقلقة للغاية وأنه لا يمكنهم تبرير هذه الأفعال وأشارت السفارة الفرنسية في إسرائيل إلى أننا مستؤون جدا من العلم الذي مرسته الشرطة الإسرائيلية خلال تشييع أبو عاقلي في المستشفى الفرنسي بالقدس الذي يحظى بالحماية الفرنسية مشاهد كهذا صادمة للغاية وأبدأ الاتحاد الأوروبي استياءه حيال لاستخدام من دون طائل القوة من جانب القوات الإسرائيلية خلال الجنازة حيث أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين أنه سلوك غير متكاثئ من شأنه تأجيج التوترات في المقابل بثت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي استمع إلى تقارير أظهرت أن الجيش الإسرائيلي هو من أطلق النار على أبو عاقلي نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس وزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم أكد أن الإمارات تبدأ مرحلة جديدة بانتخاب محمد بن زايد رأى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس وزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن الدولة تبدأ مرحلة جديدة في تاريخها مع انتخاب الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيسا للبلاد وأكد نائب رئيس دولة الإمارات أن شعب الإمارات أحب الشيخ محمد بن زايد منذ سنوات طويلة أحبه لكرمه وأحبه لطيب نفسه لقد رأوه يداوي مريضهم ويغيث ملهوفهم ويدعم أبنائهم ويواسي شهدائهم ويفكر ويخطط لمستقبل أجيالهم لقد رأوه يزورهم في بيوتهم وشهدوا معه وشهدوا إطلاق مشاريع تنووية وتطوير صناعات جديدة وبناء قطاعات اقتصادية وطنية وأطلاق شركات عالمية رائدة عبر سنوات طويلة من خدمته لوطنه وشعبه وتابع الشيخ محمد بن راشد اليوم يبايعه الشعب ويعاهده على السمع والطاعة وينتظم خلفه ليقوده في مسيرة تاريخية جديدة في دولة الإمارات تستبشر فيها الأجيال القادمة بالرئيس الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة ويستبشر فيها العالم بدولة تمثل نموذجا عاليا مستقبليا يحمل الخير والأخوة البشرية كل البشرية مشاهدين الكرام وزير الداخلية عشية الانتخابات دعا اللبنانيين إلى الإقبال على الانتخابات نكتفي بهذا القدر من الأخبار ونذكركم بأنه في الثامنة تماما فخامة رئيس الجمهورية الإمارات بيشيل عون سوف يوجه كلمة إلى اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية التي ستجري غدا الأحد 15 أيار 2022 دمتم بخير اشتركوا في القناة